وأعظم حقوق المال الزكاة وقد بيّن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المقدار الذي تجب فيه الزكاة ومقدار الزكاة من هذا المال أو هذا الخارج من الأرض الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وقوله سبحانه وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا أو هذا الخارج من الأرض فقال عليه أوثل الصلاة وأزكى السلام فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري هذا الخارج من الأرض إن كان قد سقي بماء السماء أو كان عثريا أي مما ينبت من الأرض دون أن يتكلف الإنسان سقياه بالماء إنما بالأمطار أو العثر الذي هو يكون ينبت الأرض لأن الأرض رية بالماء أي راوية بالماء أو ما يسمى في بلاد نجذ بالبعول فهذه التي تسقى بالماء أو مما حفظته الأرض من الماء فإن فيه العشر إذا حصلت على الحب مما زرعت أخي فانظر ما وعزنته فإن كان مثلا ألف كيلو فأخرج العشر الذي هو مئة كيلو لأنه سقي بماء السماء أو كان عثريا ولا تجب الزكاة في هذا الحب الذي خرج أو في الثمار حتى يبلغ نصابا والنصاب هو خمسة أو سق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أو سق ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أو سق رواه مسلم والوسق ستون صاعا بصاع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيبلغ النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زينته بالبر الجيد أي الصاع ألفين وأربعين جراما أي كيلوين وخمس عشر الكيلو أي كيلوين وأربعين جراما فتكون زينة النصاب بالبر الجيد التي هي ثلاثمائة صاع خمسة أو سق تكون زينة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثني عشر كيلو ستمائة واثني عشر كيلو ولا زكاة فيما دونها ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا فيما سقيا بدون كلفة ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما سقيا بالنضح نصف العشر أي فيما سقيا بجلب الماء بأدوات النضح سواء بالمواطير أو غيرها مما ينتزع الماء من جوف الأرض مما ينتزع به الماء من جوف الأرض ويسقى به الزرع فهذا فيه نصف العشر أما فيما سقيا بماء السماء أو كان عثريا أو بعليا فهذا فيه العشر كاملا فإذا عندك أخي ألف كيلو لأن النصاب قلنا هو ستمائة واثنى عشر كيلو فإذا كان عندك ألف كيلو فهو أكثر من النصاب فإن كان سقيا بماء السماء ففيه مئة فالزكاة مئة كيلو وإن كان سقيا بالنضح وهو جلب الماء من الآبار فزكاته خمسون كيلو فقط نعم بارك الله فيكم ولا زكاة فيما دونها أي فيما دون هذا المقدار اللي هو ستمائة واثنى عشر كيلو ولا زكاة فيما دونها ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا فيما سقيا بدون كلفة ونصفه فيما سقيا بكلفة ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها لقول عمر رضي الله تعالى عنه ليس في الخضروات صدقة وقول علي ليس في التفاح وما أشبهه صدقة ولأنها ليست بحب ولا ثمر لكن متى تجب فيها الزكاة إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة أي في الثمن الزكاة حينئذ تكون في الثمن لأنها تعتبر من عروض التجارة فتبين أيها الإخوة الكرام أن الحبوب والثمار التي تدخر هي التي تجب فيها الزكاة ومن ذلك التمور بارك الله فيكم